أكدت منظمة الصحة العالمية أنه على الرغم من القيود الكبيرة إلا أنها تواصل الجهود الحثيثة لإدخال المساعدات إلى قطاع غزة حيث وصلت شاحنة محملة بالكامل وأخرى محملة جزئيا بالمساعدات الطبية إلى القطاع عبر معبر كارم أبو سالم وأوضحت المنظمة أنه سيتم توزيع الإمدادات على المرافق الصحية لدعم علاج ما يصل إلى 44 ألف شخص وشددت المنظمة على أن هناك حاجة ملحة إلى المزيد من الإغاثة بشكل عاجل مضيفة أنه تم توثيق 464 هجوم على منشآت الرعاية الصحية في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر الماضي